السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان مسائل تدريبية على أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني تدريبات أو التدريب الأول أكتب معادلة تأيّن معادلة تأيّن الأحماض والتغيّر والتعبير عن ثابت الاتزان الكي اي الكي اي عارفين أنه ثابت تأيّن من الاي عندي هنا الأسد اللي هو الحمض فالمطلوب منك أول شيء تكتب معادلة التأيّن لكل حمض من الحمضين اللي موجودين أمامك الهف واله سيل او تو إذن في هذه الحالة أول شيء نبدأ بالهف اللي هو فلوريد الهيدروجين أو حمض فلوريد الهيدروجين عندما يتأيّن سوف يتحول إلى ماذا يتأيّن مع الماء سوف يتحول إلى H3O موجب زائدًا F سالب إذن ما الذي حدث هنا اللي حدث أنه الهيدروجين اللي موجوده في الحمض اتجهت إلى مين إلى الماء اتجهت إلى الماء وتحول عندي إلى H3O موجب زائدًا إيش زائدًا أيونات الفلوريد اللي هي HF سالب وجدنا معادلة التأيّن بعد ذلك نجد اللي هو ثابت تأيّن الحمض ثابت تأيّن الحمض وأنا عارف أنه ثابت تأيّن الحمض أو ثابت تأيّن القاعدة اللي هو ماذا؟ تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات طيب نرجع للمعادلة ونشوف النواتج هذه النواتج اللي هو H3O موجب اللي هو يونات الهيدروني بنعوض اللي هو تركيز النواتج في تركيز مين؟ الناتج الثاني اللي عندي مين هنا؟ F سالب F سالب هذه بالنسبة للنواتج نضعها ها وين في البسط طيب تبقى عندي إيش ذكرنا بأن تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات إيش المتفاعلات عندي هنا HF زايدا H2O ذكرنا بأن الماء لا نذكره في الثابت التأيون لأن تركيزه ثابت تركيزه ثابت اللي هو واحد إذن في هذه الحالة نضع مين نضع تركيز ال HF اللي هو HF إذن في هذه الحالة سوف يكون سوف يساوي تركيز آيون الهيدرونين مضروبا في آيون الفلوريد على إيش؟ على ال HF هذه بالنسبة لمعادلة تأيون من تعادلة تأيون حمض فلوريد الهيدروجين وكذلك ثابت تأيون الحمض لديه بعد ذلك HClO2 بنشوف معادلة التأيون سوف تكون كالتالي HClO2 زايدا H2O سوف يتأيين إلى ماذا؟ سوف يتأيين إلى H3O موجب زايدا إيش؟ زايدا CLO سالب O سالب إذن في هذه الحالة هذه النواتج هذه النواتج وهذه المتفاعلات نجد مين؟ نجد KA اللي هو ثابت تأيون الحمض إذن تركيز آيون الهيدرونين الموجود في المتفاعل في مين؟ في تركيز CLO سالب على تركيز المتفاعل اللي هو HCLO HCLO على شكل متفاعل وبالتالي وجدنا مين؟ وجدنا KA اللي هو ثابت تأيون الحمض بعد ذلك تدريب رتب الأحماض حسب توصيلها للكهرباء علما بأن قيم ال-KA كالتالي معطيك قيمة ال-HF اللي هو ال-KA لهم 6.3 ضرب 10 والسالب 4 وال-KA اللي هو ثابت تأيون الحمض يساوي لل-H2S بيساوي 8.9 ضرب 10 والسالب 8 وثابت تأيون الحمض CH3COOH سوف يساوي 1.8 ضرب 10 والسالب 5 والسالب 5 إذن في هذه الحالة سوف نتعرف على ماذا؟ على ال-KA دائما ال-KA يدل على أن الحمض عندي حمض ضعيف وكلما زادت القيمة بمعنى القيمة صارت ضعيفة مرة أصبح الحمض أكثر ضعفا فبالتالي كلما كان الحمض أكثر قوة يصبح التوصيل الكهربائي له كذلك أفضل توصيل فبالتالي القيمة الموجودة أمامك سوف نرتبها سوف نرتبها حسب ماذا؟ حسب توصيلها للكهرباء فبالتالي مدام حسب توصيلها للكهرباء فهو يحتاج ماذا؟ يحتاج أول شيء تبدأ بالأكثر قوة في توصيل التيار الكهربائي وعندي هنا بالسالب وعندي هنا بالسالب إذن بتكون هنا بتكون الفكرة أو الأرقام اللي عندي هنا عكس اللي في بالك اللي هو السالب أربعة تعتبر أكبر من السالب ثمانية وأسالب خمسة إذن في هذه الحالة سوف يكون ايون فلوريد الهيدروجين أكبر في توصيل التيار الكهربائي بعد ذلك من CT3 COH ليش؟ لأنه السالب خمسة وبالتالي آخر شيء اللي هو أضعف في توصيل التيار الكهربائي هو الأقل قيمة في ثابت تأيين الحمد بيكون كم ثمانية فاصلة تسعة ضرب عشرة والسالب ثمانية فهين ترتبهم على حسب إيش؟ على حسب الكي إذا كانت قيمة الكي إي كبيرة فإن توصيل التيار الكهربائي يعتبر أكبر من المواد الثانية تدريب أكتب ثابت تأيين للماء للتفاعل التالي موجود عندك H2 بينتج عندي إيش؟ آيون الهيدروجين وآيون الهيدروكسيد بالتالي في هذه الحالة ثابت تأيينه سوف يكون كالتالي الكي إي دابليو أنا عارف أن الكي إي دابليو يساوي إيش؟ تركيز مين؟ تركيز آيون الهيدروجين وتركيز آيون الهيدروكسيد إذن تركيز آيون الهيدروجين للماء بما أنه ذكر لك ما معناته إنه إيش؟ معناته إنه متعادل إذن بيكون 1 ضرب 10 أو السالب سبعة وتركيز آيون الهيدروكسيد كذلك متعادل بيكون 1 ضرب 10 أو السالب سبعة 1 ضرب 10 أو السالب سبعة و1 ضرب 10 أو السالب سبعة سوف يساوي كم 1 ضرب 10 أوس كم أوس سالب 14 إذن هذه هي معادلة أو ثابت التأيين لمين للماء اللي هو الكي دابليو وقلنا أن الدبلو جاي من إيش من ووتر حتى لا تنسى هذه المعلومة بعد ذلك تدريب احسب قيمة تركيز تركيز من أيون الهيدروكسيد وتركيز أيون الهيدروجين باستعمال الكي دبلو الكي دبلو هو ثابت تأيون الماء إذا كان تركيز أيون الهيدروجين عند درجة حرارة 298 كيلفن يساوي كم 1 ضرب 10 أو السالب 5 أو السالب 5 فما تركيز أيون الهيدروكسيد إذن هو معطيك أيش معطيك الكي دبلو معطيك تركيز أيون الهيدروجين اللي هو 1 ضرب 10 أو السالب 5 تركيز أيون الهيدروكسيد هو المطلوب عندك في المسألة في مين؟ في القهوة هل تعد القهوة حمضية أو قاعدية أو متعادلة إذن في هذه الحالة أول شيء أقول بأن الكي دبلو ثابت تأيون الماء سوف يساوي تركيز أيون الهيدروجين في تركيز أيون الهيدروكسيد بيساوي قيمة مقدارها 1 ضرب 10 أو السالب 14 1 ضرب 10 أو السالب 14 طيب أنا أحتاج مين؟ أحتاج تركيز أيون الهيدروكسيد أحتاج تركيز أيون الهيدروكسيد اللي موجود وين عندي هنا في المسألة إذن الكي دبلو أنا عارف وهو رقم ثابت 1 ضرب 10 أو السالب 14 طيب تركيز أيون الهيدروكسيد معطيك في المسألة اللي هو كم؟ 1 ضرب 10 أو السالب 5 أو السالب 5 إذن أعوض في القيم 1 ضرب 10 أو السالب 14 على 1 ضرب 10 أو السالب 5 حتى أجد مين؟ حتى أجد تركيز أيون الهيدروكسيد المراد حسابه في المسألة إذن بعد ذلك تركيز أيون الهيدروكسيد سوف يساوي 1 ضرب 10 والسالب كم؟ والسالب 9 فأنا عندي الهيدروكسيد 1 ضرب 10 والسالب 9 والهيدروجين 1 ضرب 10 والسالب 5 إذن في هذه الحالة القهوة حمضية لماذا؟ لما نرى قيم تركيز أيون الهيدروكسيد سوف تلاحظ أن تركيز أيون الهيدروكسيد أكبر قيمة من تركيز أيون الهيدروكسيد فبالتالي ما دام أنه أكبر قيمة للهيدروكسيد معناته أنه كمية وجود الهيدروكسيد في هذه القهوة تكون أكبر وبالتالي سوف تكون القهوة حمضية لأن تركيز أيون الهيدروكسيد أكبر من تركيز أيون الهيدروكسيد واثبتنا نحن بالقيم هذه تركيز عيون الهيدروكسيد وهذه قيمة تركيز عيون من الهيدروجين بعد ذلك اشرح لماذا تكون قيمة البي اتش للمحلول الحمضي دائما أصغر من قيمة البي او اتش للمحلول نفسه لاحظ القيم هذه الموجودة عندك هو يحتاج إيش؟ يحتاج المحلول الحمضي يحتاج المحلول الحمضي تعال نشوف المحلول الحمضي هنا الحمضية من هذه المنطقة اللي هو باللون الأحمر عندي هنا وعندي هنا أنا عارف أنه اللون الأزرق عندي هنا فأنا ما أحتاج اللون الأزرق اللي هو قيمة قاعدية لأن المسألة هنا طلب منك المحلول الحمضي تعال نشوف القيم البي اتش والبي او اتش إذن البي اتش لاحظ أنه عندي هنا صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة إلى قبل السبعة لجل كذا هو قال لك أن تكون قيم البي اتش للمحلول الحمضي دائما أصغر من مين؟ أصغر من قيم البي او اتش دعونا نشوف قيم البي او اتش تعال نشوف البي او اتش هذه البي او اتش لاحظوا أنه في الطرف الحمضي سوف يكون ايش؟ 14 13 12 11 10 9 8 إلى تقريبا قبل السبع وزي ما ذكرنا سابقا أنه هناك علاقة عكسية بين البي او اتش والبي اتش من ناحية القيم لكن كلهم يساووا كم؟ كلهم يساووا 14 لجل كذا ذكرنا بأنه هنا قيمة البي اتش من صفر إلى قبل السبع تكون دائما أقل من مين؟ أقل من تركيز ايون الهيدروكسيد اللي هو يبدأ من 14 إلى قبل السبع لجل كذا نقول أنه مجموع البي اتش والبي اتش يساوي 14 فإذا كان المحلول حمضيا تكون قيمة البي اتش أقل من السبعة وبالتالي ستكون قيمة البي اتش أكبر من السبعة زي ما هو موجود عندك في القيم بعد ذلك اشرح مستعمل اللوتشات له ما يحدث لتركيز ايون الهيدروجين في محلول حمض الإيثانويك الذي تركيزه 0.1 مولر عنده إضافة قطرة من الـ N-O-H مبدأ الوشات ليه أشياء بحنا عارفينه أنه عبارة عن مبدأ يهتم بدراسة تركيز التفاعلات اتزان التفاعلات بمعنى أن المتفاعلات تركيزها لازم تساوي تركيز النواتج فهو يتكلم عن الاتزان فالاتزان مهم جدا في أي تفاعل كيميائي فإذا أخلى هذا الاتزان سوف يحدث ماذا؟ سوف على حسب مبدأ الوشات ليه أنه التفاعل سوف يعدل من ماذا؟ سوف يعدل من موضعه أو يصير له إعادة تموضع إعادة تموضع حتى يحدث الخلل الذي حصل عليه فهنا لاحظ أنه عندي هنا تركيز ايون الهيدروجين ما الذي يحدث عليه؟ إذا أضفنا إليه قطرة من الـ N-A-O-H لاحظ أنه الـ N-A-O-H هو قاعدة قوية وبالتالي ما الذي سوف يحدث للتفاعل؟ هنا يقول أنه الزيادة من أيوانات الهيدروكسيد الهيدروكسيد من فين ديجي؟ من الـ N-A-O-H من قطرة الـ N-A-O-H تدفع التأيين الذاتي لوين؟ لليسار وبالتالي أنا عارف أن الـ H تكون موجود عندي في التفاعل في اليسار وبالتالي سوف يحدث عندي التفاعل تفاعل غير متزن فيندفع إلى اليسار وتزيد كمية جزيئات الماء غير المفككة اللي هو من تركيز أيوان الهيدروكسيد سوف يزيد أما تركيز أيوان الهيدروجين سوف ينقص ليش؟ حتى يصير عندي هنا تفاعل متزن حسب مبدأ مين؟ مبدأ لو تشاتليه بعد ذلك أحسب إذا علمت أن قيمة الـ pH لحبة طماطم تساوي 4.5 تقريبا فما تركيز أيوان الهيدروكسيد وتركيز أيوان الهيدروجين فيها هو معطيك الآن قيمة الـ pH يحتاج منك تركيز أيوان الهيدروجين وتركيز أيوان الهيدروكسيد سهلة جدا ونحن نتعرف على حلول المسائل اللي زي كده بشكل كبير طيب تعال نشوف أنا عارف أن تركيز أيوان الهيدروجين يساوي 10 أو السالب الـ pH هذه القيمة أو هذه العلاقة ما أقدر أستخدمها إلا في حالة وحدة إذا طلب مني التركيز سواء كان تركيز الهيدروجين أو تركيز الهيدروكسيد فأستخدم القيمة هذه لكن إذا معطييني التركيز ويبغى الـ pH أستخدم سالب لك أستخدم سالب لك إذن هنا مين يطالب مني؟ طالب مني تركيز أيوان الهيدروجين وتركيز أيوان الهيدروكسيد بالتالي يتعامل معه بهذه العلاقة اللي هو 10 أو السالب الـ pH طيب كم الـ pH عندي هنا؟ 4.5 الـ pH عندي هنا 4.5 إذن في هذه الحالة أقول 10 أو السالب الـ pH 10 أو السالب 4.5 10 أو السالب 4.5 اللي هو مين؟ اللي هو لتركيز أيوان الهيدروجين سوف تكون قيمة مقدارها 3.1 ضرب 10 أو السالب 5 إذن أنا وجدت مين؟ تركيز أيوان الهيدروجين تركيز أيوان الهيدروجين تبقى تركيز أيوان الهيدروكسيد نفس الفكرة تقريبا تركيز أيوان الهيدروكسيد تعال نشوف أنا معطيك تركيز أيوان الهيدروجين والـ KW والـ KW أنا أعرف أن الـ KW يساوي تركيز أيوان الهيدروجين في تركيز آيون الهيدروكسيد يساوي 1 ضرب 10 رسالة و14 طيب أحتاج مين؟ أحتاج تركيز آيون الهيدروكسيد أحتاج تركيز آيون الهيدروكسيد إذن ال-KW على مين؟ تركيز آيون الهيدروجين فال-KW عندي هنا كم؟ 1 ضرب 10 رسالة و14 على تركيز آيون الهيدروجين 3.16 ضرب 10 رسالة و5 القيمة اللي ظهرناها قبل شوي إذن كم بتساوي؟ بتساوي 3.16 ضرب 10 رسالة بكم؟ والسالب عشرة اللي هي قيمة مين؟ قيمة تركيز آيون الهيدروكسيد تركيز آيون الهيدروكسيد بعد ذلك حدد قيمة البي اتش لمحلول يحتوي على 1 ضرب عشرة والسالب كم؟ والسالب 9 من آيوانات الو اتش لكل لتر فهو يحتاج إيش؟ يحتاج قيمة البي اتش يحتاج قيمة البي اتش ومعطيك إيش؟ معطيك 1 ضرب عشرة وسالب 9 لمين؟ لتركيز آيونات الهيدروكسيد إذن في هذه الحالة أقول أستخدم مين؟ أستخدم البي او اتش ما أستخدم البي اتش أستخدم البي او اتش لأنه أنا معطيني إيش؟ معطيني تركيز آيون مين؟ تركيز آيون الهيدروكسيد تركيز آيون الهيدروكسيد فأقول البي او اتش للقيمة اللي موجودة عندي اللي هو سالب لق تركيز آيون الهيدروكسيد تركيز ايون الهيدروكسيد كم تركيز ايون الهيدروكسيد عندي هنا أربعة واحد ضرب عشر والسالب تسعة إذن واحد ضرب عشر والسالب تسعة لما نضيف لها سالب لغ بيكون كم قيمة صحيحة اللي هي تسعة اللي هي تسعة طيب تبقى عندي إيش تبقى عندي البي إتش تبقى عندي هنا البي إتش أنا عارف أنه البي إتش والبي إتش يساوي كم يساوي أربعة عشر يساوي أربعة عشر طيب إذن في هذه الحالة المطلوب منك مين؟ البي إيتش طيب البي إيتش مجهول والبي أو إيتش قيمة مقدارها تساوي كم؟ تساوي تسعة والكي دابليو اللي هو كم؟ اللي هو أربعة عشر إذن في هذه الحالة أطرح مين من مين؟ البي إيتش أربعة عشر مطروحة منها تسعة أربعة عشر مطروحة منها تسعة يساوي كم؟ يساوي خمسة إذن قيمة البي اتش في هذه المسألة لتركيز أيون الهيدروكسيد 1 ضرب 10 والسالب 9 سوف يكون قيمة مقدارها 5 تدريب أحسب البي اتش في المحالي للآتية إذن هنا المطلوب منك من قيمة البي اتش قيمة البي اتش وأنا معطيك أول مثال اللي هو 1 مولر من مين يوديد الهيدروجين اللي هو الاتش آي المطلوب منك إيش؟ المطلوب منك تعطين البي اتش لهذا المحلول الذي تركيزه 1 مولر تعال نشوف أنا عارف أن البي اتش يساوي سألوا بلغة نتم تركيز مين؟ تركيز الهيدروجين تركيز أيون الهيدروجين فهو معطيك أساساً التركيز فهو معطيك أساساً هنا التركيز اللي هو 1 مولر 1 مولر إذن بي اتش يساوي سالب لغة رتم الواحد سالب لغة رتم الواحد من وين؟ من التركيز من التركيز فسالب لغة رتم واحد كم يساوي؟ يساوي صفر يساوي صفر لاحظ أنه معروف في العلاقات الرياضية أنه سالب لغة رتم الواحد يساوي قيمة كم؟ قيمة صفر هذا بالنسبة إذا كان التركيز عندي هنا 1 مولر من يوديد الهيدروجين طيب بعد ذلك نشوف 0.05 مولار من حمض النيتريك اللي هو HNO3 نفس الفكرة تقريبا الBH عندي هنا سالب لق تركيز أيون الهيدروجين سالب لق تركيز أيون الهيدروجين طيب كم عندي التركيز هنا؟ التركيز عندي هنا 0.05 0.05 على طول أحاول أن أدخل القيمة هذه بدل تركيز أيون الهيدروجين بيساوي كم؟ بيساوي الBH 1.3 اللي هي قيمة مين؟ قيمة الBH للمحلول الحمضي اللي تركيزه 0.05 وجدنا في قيمة مين؟ وجدنا في قيمة الBH إلى هنا يا شباب انتهينا من درس مسائل تدريبية على أيونات الهيدروجين والرقم الهيدروجيني أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته